السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد أفكار وتدابير مختلفة وغادي تنفعكم في الحياة ديالكم غادي نبدأ معكم أول حاجة واحد العطرية ديال القهوة تحت طلب ديال عديد ديال البنات وبزاف ديال تدابير فابقوا يكملوا الفيديو حتى الأخير فورجة ممتعة إن شاء الله هيا غادي نشاركي معاكم العطرية ديال القهوة اللي كنتو طلبتو مني كنت في الحقيقة في الأول كنجيبها كيجمعوك يطحنها لولكن بزاف ديال أخوات قالوا لي شاركي معنا المقادير ديالها هادي أحسن أحسن عطرية هي هادي المقادير هادو غادي نكتبهم ليكم هنايا باش ما تنسوهمش أولا يعني باش هكا تسكرينيوهم وبالنسبة للقياسات هاد القياس راكافي غادي نكتبوا ليكم بالقرام وبكل شي يعني فهذا على الشاشة هنا اولا كنحتاجوا ليها الزعتر الزعتر قياس واحد المعلقة كبيرة ايضا المعلقة صغيرة ديال سكينجبير وهذا الحبات ديال البزار كيبقى على حسب واش بغيتوها تكون شوية حارة او لا شوية اه نادرة هنا تقريبا مهيما غادي نكتب ليكم بالقرام باش هكا الأخوات يعبروها في الميزان وجيهم مريقلة ها هذا النافع النافع البستاني كيجي على هاتشكل هذا انا واحد انك هالي هي قهواء مع عطرة على حقها وطريقها هذا قعق الله هاد القياس هذا الخمسة ديال الدراهم شوفوا يعني هاد حبة لهيل غالية بزاف تامن غير انا جبت كيلو ديال سكينجبير وطحنتو عند العطار وجبت ايضا القرفة كمية كثيرة طحنت هاداك شي علش شفتوهم هكا هما غالب الاحيان را كنطحن كل شي هنا يا بالنسبة لهذا خود نجال هنتو معدي نوريه ليكم يجي على هاتشكل هذا خود نجال معروف اولا الخنجل هذا هو الاسم العلمي دياله على ما اظن وصع في هاتشي لي كاين وزعتر كما قلت لكم في الاول هنا غا نكتب لكم المقادير بالقرام اخواتي كان طحنو هاد شي كله كان عمرو به قريعة بغيتو تداروه القهوة هاد شي كله كاينتدار نسكيلو ديال القهوة بغيتو كل مرة تحطو شوية راكات الزغير راس مع علقة كتجيكم مع عطرة وايضا كتجي فيها واحد النكهة اللي هي لديدة بزاف ديال الناس كيستعملو هاد الحاجة هادي في في العطرية ديال القهوة ولكن ما كان صحش تستعملوها تسمحوا لي على الصدع الباديان اولا نوويرا زهرت الباديان هذا هو الاسم ديالها بالنسبة لهذه روخر فيها ريحة زوينة ولكن في القهوة را ما صلحه دي ملكة تكون في القهوة باش كتبليكم ملكة تبرد كتبلي مجلفة بحال في هاتك الملوخية بحال ركشكل ما كتصدقش زوينة القهوة ديالنا مديرو لها هاد نوويرا هاد وخايه رفيها الريحة وفيها ولكن كتخسر القهوة كتبلي من قهوة أكبر مجرد كتبلي كتبلي من قهوة كتبلي كتبلي من قهوة كتبلي من قهوة في هذا الحاجة لانها مصر حش نضع الكسر المولينيكس و نضع هذا كله بالنسبة لهذه لأنه يطحن تفادة ولكن قد لا تفادته بحالة أشياء قصحة من الأحسن حيث قلال هنا يوجد حباتهم ثلاثة لا يوجد مشكلة نضعهم فنبدأ بهم نضع كل شيء و نضع و نضعه في الطحانة و نضعه في الطحانة و نمركم العطرية و نقوم بحالات حitud و نضع لأخرى نضعات فكرة كوب لما تغربلوها ما طحنتهاش ركا تغربلوها هنا ما غاديش نغربلها لأننا كنديرها في هذه القهوة اللي كتكون شوية حرشة على حسب العسطار ديال القهوة ولكن تقدروا قهوة في الكسر ونا ركا تصفيوها بيش جيكم ملسادي هي العطرية دينا نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم وغادي ندوز معكم الباقي لأفكار بالنسبة الليمون الحمض يعني كاين ثمن دياله دبع وتاني أرخيص هنا غادي ممكن نصوبه فيه الحمض غادي نوريها لكم اليوم بغيت نشارك معكم الحيلة مليك تجيبو الحمض كاللقوها إما يابسة شوية إما قصحة مليك تبغيوها تعصرها ضروري تقدروا لهذا الحركة هادي تحكوها شوية على سطح العمل باش يالله ترطب من الدخل أطلق لكم العاصر تعطينا كمية كبيرة ديال عاصر الحمض وبالنسبة للفكرة الثانية هو ملي تجيبو كمية اللي هي كتيرة احتفظوا بها في المجمد يعني كيبقى عندكم أطول مدة ممكنة وأيضا مليك تستعملوها كتلقا معاك نجامد وديكونجلا كيعطيكم واحد الكيمية حتى هو ديال سائل ديال الليمون الحامض هات السيلبط هادي أولى هات السيليكون بزاة للأخوات كي يسولوني هي كاينة عندك لكي بيعولوازي من الحلويات هادي كنت خذيتها بتل 1680 درهم السيليكون ديالها رائع ولكن الفكرة هنا هي مليك نبغيو نستعملوها بعد المرات كتبقى كتزلق خصوصا إلا كنديروش حاجة بحالة مسمى إنه لا زيت كتبقى كتزلق وما كتبتش لينا فدائما ديرون قيطة صغيرة لما انتموش تغيرد وازدية تحت الروبين وما جيتش هزا الماء وكنديرها هندك سطح العمل وكنديرها صفي كتبقى بتهنايا كتديرو المسمى كتديرو الحلوى ما كتبقاش كتتحرك وبالنسبة لهذا النوعية ديال هاد مقدة أولا ساكا كين كبر أولا مهم كين نكتار في السوق ولو كي يخدموا بهم بزا فكيف تقطع الحقيقة خفاف وسهلين وكين ضغياء كي يحفو غدي نشارك معاكم طريقتي كيفاش كان سننها اولا كان مضيليها هاد البلصة هادي ورق الألمنيوم فقط يعني اخذوا غير ورق الألمنيوم وبقوا تديروه تجيبوه يعني بقانتوا مش برا كي يقطع بهالطريق هادي كي يولوا ماضين وكتمتحوا دائما من الماء حسن من ما يلا كرتوا بشي حاجة حرشاكة بحال شي حجرة اولا هديك ديالة موزيجرة كتخسرو والفكرة الأساسية في هاد الفيديو هادا هي سخان ديالة المدائما كيف ما كتعرفوا سواء ديال الغاز اولا ديال الضو في فصل البردرة كي يديو واحد واحد المصاريف اللي هي كتيرة غادي نشارك معاكم واحد طرقة اقتصادية بشكة خصوصا الناس اللي كيبغوا يتوضوا اولا المهم الانسان كيبغوا يتوضوا هادا الطرقة كتكون اقتصادية وكتبقى يعني كنتهنو ما كتبقوش كل مرة كتسخنوا هكا اولا كنبقى ونطلقوش شوفو والحل كيبقى احسن حل هي هادي هاد الترموس ديال الماء اللي خاصة ان كان نخدمها غير في الصيف وكنعاودو نجمعوها فحتى في البرد كتكون كتدروه في مكان اللي هو نظيف ونقي وكنعمروها بالماء اللي هو سخون بهذا الشكل هادا كيف مشتورة نيدرة الغلاي حتى تسخن وكتدروه غلاي اولا جوج اولا كتبقى كتحافظ اكثر من سبعة ديال الساعات كتحافظ على السخونية وكيبقى اللي يبغى هكا الماء يتوضى اولا المهم يعني كمحتاج لما سخون كيهزو بهذا الطريقة هادي ما كنبقوش كنخدموش شوفو سواء ديال الغاز اولا ديال الضو كيبقى لما سخون كيف ما شفتوا بهذا الطريقة هادي ما تدروه شغليان مباشرة هكا خلوه حتى كيدفى شوي وكتحطوه بهذا الطريقة كما حطيتوه كيبقى نهار كامل كتكون هادي طريقة اقتصادية بنسبة السيدات لكي اعزيز عليهم الاقتصاد وايضا تتاول احسن فكرة هي هادي بنسبة نبغيت نجاوب واحد الاخت على الغسالة ديال اولا قاتلي دائما ملكة حل هي الميزة اللي فيها كنحلو باش نزيدو الموعن اولا نزو شي حاجة وخايا كتغسل ولكن المشكل اللي كيواجهنا اولا هات السيدة هادي بالضبط هي اللي كتباتها اللي في التعليق مليكة حلو كتلقى ديك الصابونة اولا ديك طابلتي ديال لغسل خرجات يعني من الاول ما زال ما وصلتش الوقت يعني بقى غير كتشلل دوك الاوسخ باش يتحيدو فاحسن طريقة هي ماشي كان طفيوها كان وقفوا ديك بوز راكاينة وكان رسوها باش هكما تخرجت هات السابونة هادي شوفوا المهنة يخسرها هنا مازال ما خسرش تخرج ديك الصابونة لان الغسل السيستيم ديالها كتشلل بعدها وكتحيد بقايا الطعام وكتحيد الدون عاد في الاخر عاد كتلقات الصابونة وكتبقى عوة تاني غادية فاحسن طريقة دائما نوقفوها حتى نحطو الحاجة ديانا ونعودو نخدموها هذا هو الفيديو ديال اليوم تمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم الى اللي